الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية أحمد الجبوري أبو مازن قال إن جلسة أمس شهدت أحداثا مؤسفة وهي دليل على سوء النوايا وزيف الشعارات التي تدعي أنها تطالب بالحقوق المشروعة لأبناء المحافظات السنية وذكر الجبوري في بيان صحفي أن معرقلي الجلسة اتخذوا أبشع الوسائل لوقف الجلسة ولم يحترموا قبة البرلمان ولا اسم العراق وعطلوا استحقاق المكون مشيرا إلى أنه يؤكد لإتلاف إدارة الدولة أن المناصب ليست حكرا على أشخاص أو أحزاب بل استحقاق للمكون فيما دعا إلى حسم المنصب من دون تأخير اشتركوا في القناة